بينا بقى نعمل القرقيش او المنين طبعا العيد بقى ما يحلاش غير بالحاجات الحلوة دي تعالوا نقول مقدير وبرضو نقول مع بعض كل حاجة علشان يطلع معاكي عشرة على عشرة عندنا كيلو من الدقيق والدقيق ده برضو متعدد لاستخدام منخل كويس جدا هنحتاج له ايه بقى هنا هنحتاج نص كيلو من السمنة على زيت تمام ولازم يكونوا دافين عندنا كباية مية دافية علشان نعجن بيها وعندنا ربع كباية مية دافية والربع كباية مية دافية دي عشان لو هتعملي تست للخميرة تمام تلات معالق كبار من الحليب البودر وثلات معالق كبار من السمسم المحمص معالقة كبيرة من الشمر المجروش ومعالقة كبيرة من ينسون المجروش باكو من الباكينج بودر اللي هو 16 جرام عندنا كمان رشة من الملح معالقة كبيرة ونص من الخميرة دي مقدير المنين طبعا عايزين نحشي ملبن هنحط ملبن عايزين نحشي عجوة يبقى نستخدم عجوة وايا كان هنحشي عجوة او ملبن اللي اتنين لازم تعجينيهم بزبدة على البارد تمام؟ يلا بينا بقى في البداية هناخد السمنة والزيت اللي احنا معايرينهم نصف كبه ام او بالكوب المعياري اللي هو 250 ملي هتعايري كبية زيت وكبية سمنة واحنا النهاردة بقى مستخدمين سمنة الهانم تعالوا بينا يلا نفضي السمنة والزيت علشان نسخنهم على النار مش عايزة اقدحهم لأنا عايزهم بس دفين تمام؟ ويلا بينا ومعانا امو كريم قالو الخط فصل حاولي تسلي بينا تاني كده السمنة والزيت على النار بيسخنوا وعلى ما يسخنوا تعالوا نقلب المكونات الجفة بتاعتنا مع بعض عندنا ده الدقيق وزي ما اتفقنا كيلو دقيق متعدد لاستخدام ومنخول كويس قوي احط له بقى ايه كل المواد الجفة اللي عندنا ادي الحليب البودر يا جماعة لو كتير بيسألوني لازم حليب بودر مش لازم هو مش لازم ولا حاجة بس هو بيدي طعم حلو جدا لو متوفر هنحطه مش متوفر خلاص انا بيرضو مش هعمل اختبار او مش هعمل تاست للخميرة هحطها على طول بس ده ما قولنا لو انت نوع جديد نوع مجربتيوش قبل كده نوع او عندك بقى له فترة كبيرة ومش عارفة لسه فعال والفعالية بتاعت شغالة ولا لأ لازم تعملي اختبار ودي السمسم المحمص طبعا ومتنقي كويس هحط كمان ده الشمر مجروش واليانسون وعندنا كمان الباكينج بودر اللي هو الباكت الستاشر جرام واروح اجيب الملح يعني على الكيلو حوالي ايه نصف معلقة صغيرة يلا بينا نقلبهم مع بعض قال ابنهم مع بعض هنا كمان في حاجة لو في حد ما بيحبش الشمر واليانسون وارد جدا مفيش مشكلة خالص بنرفعهم من الوصفة مفيش اي مشكلة تعالوا بينا بقى احنا مشكلين شوية من المنين هندهنهم دهنة خفيفة ببيضة عليها شوية حليب علشان نبتدي ندخلهم الفرن لو عندنا سمسم يا جماعة ممكن ندخلوا نزين بيه الوش تسلم عينيك والله تمام فانا هتصرف يا استاذ حمدي حالا ربنا يكرمك اه ما قلناش نصيحة لأ لازم نقول يا ايمان حاضر تعابي وشقايا حاضر عيني دلوقتي نقول النصيحة انا بدهن دلوقتي المنين ببيضة عليها كده شوية حليب دربناهم كويس مع بعض بالشوكة ودهنت كده الوش اعرف منين ان المنين حلوة دي اعرف منين ان المنين خمر هتبص تلاقي العجينة بتاعته نشفت كده يبقى هو خمر ده على اختلاف اي حاجة تانية من المعجنات بتلاقيها طريت كده ومعرفش ايه لأ ده هتلاقيه نشف كده خلاص يبقى خمر والدنيا تمام التمام انا هحط شوية سمسم كده على الوش بالضبط كده حاول ايه اسبت السمسم طيب تسوية المنين بقى هل بتختلف عن تسوية القرس اللي احنا لسه عملنا طبعا بتختلف اختلاف كل وجزري يعني الرف اللي انا نزلته تحت ترجع طلعه تاني في نص الفرن والفرن اللي كان على مية وسبعين اه متين وعشرين واحنا بنسوي القرس لأ هيبقى على مية وسبعين واحنا بنسوي القرئيش ليه بقى علشان القرئيش تستوي من جوه ما تطلعش بعد كده تقولي ليه ده انا لقيت القرئيش من جوه طريه طريه عشان الفرن كان حامي فاخدت لون من تحته من فوق وما استويتش كويس من جوه تمام يبقى درجة الحرارة مية وسبعين على الرف الوسطاني الفرن يكون شغال قبل ما دخل بحوالي ربع ساعة تمام احنا كده زي الفل ده اللي احنا كنا مشكلينه تعالوا بينا بقى ايه انا بحاول اضغط بس على السمسم علشان يلزق السكينة معانا وهنقطع بقى صوابع بقى الحجم اللي انت عايزة قد كده قد كده براحتك خالص تمام انا دلوقتي محتاجة ان انا زي ما قلتلكم بالزبط ان انا ارفع تاني الشبكة على الرف الوسطاني عينتين اللي اتنين حاضر وعلى مية وسبعين علشان يستوي وياخد راحته ويطلع بقى القرقيش مقرقاشة كده ولذيذة ونعمة زي الفل يلا بينا السمنا والزيت سخنوا يلا بينا هناخدهم على طول وعلى الدقيق اللي احنا قلبنا معايا كل المكونات الجفة علشان نبدأ نعجن العجينة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم وهنا البس بقى ضروري عشان تطلع معاك القرقيش نعمة يلا بينا نجيب معلقة تعالي اشتركوا في القناة هتتأكدي تماما ان الدقيق شرب السمنة والزيت اللي احنا سخناهم وحطناهم هنعمل ايه هننزل بكباية مية دافية نلمي بقى بيها العجين ومش محتاجين برضو نعجن كتير يا دوبك يا دوبك العجينة تتلمي معانا تمام وهتبقى جهزة معانا هسابها برضو تخمر هغطيها وحطها في مكان دافي تخمر تبقى معايا بالشكل ده تعالوا بينا نشكلها بقى العجينة بتاعتنا ايه تتبس كويس هجيب بقى كياس تلاجة دي بقى هتساعدني ان انا افرد العجينة بتاعتي بكل سهولة واتحكم فيها بكل سهولة هاخد جزء كده تمام احنا هنشكل اهو الدنيا تمام ان شاء الله خدتوا بالكم ان احنا حطينا السمسم محمص محطيناهوش ناي ماينفعش يتحط ناي ما عنديش حاجة تحمصلي السمسم السمنة والزيت مش مقدوحين فلازم السمسم يكون متحمص جاهز تمام طب يلا بينا وزي ما اتفقنا وبنقول دايما لو هتحشي عجوة خلي العجوة معجون عجينيها بمعلاقة زبدة علشان تبقى طرية معاك من غير ما تحطيها على النار لو خلاص العجوة ناشفة قوي ومحتاجة انك انت تسيحيها على النار حطي معاها معلقتين لبن علشان تديها شوية طراوة بش شكل ده خلاص وهيجيب السكينة وبتدي اقطع الزيادة من ناحية دي من ناحية دي تمام واخدين بالكم الكيس اللي احنا شغالين عليه هيطلعها لي ملسة ونعمة وكمان سهل جدا ان انا شيلها وارفعها من عليه بكل سهولة اهو بالشكل ده وهبدأ ارس بقى فصاج يكون مدهون دهنة خفيفة من الزيت وندهن زي ما دهننا وزي ما شفته دهنة ورشينا دهنة ايه دهنة بيضة عليها شوية حليب ورشينا سمسم على الوش وقطعنا ودخلنا الفرن على درجة حرارة مية وسبعين على الرف الوسطاني عشان القرقش تطلع معاكي هيلة جدا نقول كمان القرقش عشان تطلع معاكي نعمة وكويسة جدا لازم الزبدة السامنة والزيت يكونوا سخنين مش مأدوحين يعني بالسوم كويس قوي في الدقيق سواء بأيدينا او في العجان علشان نشرب زرات الدقيق كلها للمادة الدهنية وبعد كده عندنا كباية مية دافية هنلم بيها العجين ما تقطريش مية كتير علشان القرقش ما طلعش معاكي ناشفة قوي التسوية بتاعت القرقش عليها عامل كبير جدا على درجة حرامية وسبعين على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد معاكي اللون المحبب لينا اللي هو اللون الدهب الجميل ده تعالوا نشكل واحدة كمان ممكن نعمل القرقش سادة ممكن نعملها محشية زي ما مشايفين كده بالعجوة زي ما تحبوا بس لو نعملها سادة هنتخنها عن المقاس ده بصوا معايا كده أنا عايزة أوريكو بس هنا التخانة عشان احنا بنحشي وبنلفها رول تمام بصوا التخانة قد ايه لو انا هعملها سادة هتكون أدخن من كده الضعف بالزبط تمام تعالوا بينا بقى نحط عجوة كده وابتدي اخد حاولي تعملي القرقيش على الكيس بيساعد جدا جدا انك انت تشتغلي مش ما يلزقش معاكي على الرخامة بتاعتك ولا حاجة بصوا كل سهولة كده خلاص عملتها رول اخد زيادة العجينة شيلها والنحيتين كده الدنيا تمام وبقى معايا رول كده بتدي قطاعه التقطيع اللي انا عايزيها سواء كبيرة صغيرة طويلة زي ما تحبي اهم حاجة القفلة دي تكون تحت كده وعلى طالق يكون مدهون زيت وزي ما شفته واحنا بنسوي كده اظن الفكرة وصلت تمام بصوا معايا انا هطلع ورهو لكم ودخله تاني يكمل بسم الله الرحمن الرحيم لازم ياخد وقت التسوية بتاعه المظبوط ما ينفعش ان انا اعلي على النار وبالتالي ياخد لون ويطلع بقى معايا من جوة معجن وطاري مش عايزين الكلام ده فخليه ياخد راحته خالص خالص في التسوية هو فضل لقيا دوبك كده بتاع خمس دقائق كده ويطلع معانا على طول فنرجعه تاني على درجة حرارة 170 ما ننساش